بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب عاملين يا ربك رب خير معكم مستر رحمد ندا والنهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض في منهج بتاعنا لطلبة الصف الثاني الاعدادي الترم التاني طبعا زي ما انتم عارفين يا شباب ان بيتكلم عن او الطبيعة الموجية للضوء درس لزيز وخفيف وظريف ومش طويل والاسئلة اللي عليه برضو ان شاء الله مش هتكون كتير طب ليه احنا بنرجعوا احنا بنرجعوا علشان نكون مستعدين لامتحان شهر ابريل اللي احنا هندخله كمان كم يوم انا عايزكم تدخلوا الامتحان وانتم حالين كل الاسئلة او معظم الاسئلة اللي جات على بس قبل ما نبدأ نحل مع بعض يا شباب حب افكركم بحاجة لازم نبص على او على وصف الفيديو اللي موجود اسفل الفيديو علشان هتلاقوا فيه كل اللينكات المهمة وهتلاقوا كمان فيه لينك جروب الفيسبوك بتاعنا تقدروا تنضموا ليه علشان تكونوا على تواصل دايما معنا بس قبل ما نبدأ نحل مع بعض اسئلة يا شباب هسيبكم مع فاصل صغير تكونوا جهزتوا نفسكم وجيبتوا ورقة وقلم وكالكوليتور علشان لو حبينا نكتب حاجة او نحسب حاجة نعملها واحنا هنقدين قدام الفيديو علشان نستفيد بوقتنا وما نضيعش وقت كتير ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب وتعالوا نشوف اول سؤال معانا في لسنتون نهاردة بيقولي بيقولي light waves are يا ترى الموجات بتاعت الضوء بتكون طبعا electromagnetic transverse wave يعني موجات كهرومغناطيسية وفي نفس الوقت transverse يعني مستعرضة تمام شوفي السؤال اللي بعده مين من الصفات ديت مش بتتطبق على الضوء طبعا it needs a medium to travel through ان الضوء بيحتاج وسط علشان ينتقل من خلاله وده طبعا مش صح نشوف السؤال اللي بعده بيقولي يعني المسافة اللي بيقطعها الضوء في ثانية ديت اسمها light speed او سرعة الضوء نشوف السؤال اللي بعده بيقولي مصدر الضوء الرئيسي على سطح كوكب الارض هو طبعا معروفة من غير ما نكون حتى واغدنها ده سؤال كده يعتبر معلومات عامة السؤال اللي بعده طبعا يعني الضوء الابيض مكون من سبع الوان اسمهم الوان الطيف السؤال اللي بعده بيقولي اللون اللي ليه اقل انحراف لما استخدمنا او المنشور الزجاجي مين اقل لضوء في الانحراف طبعا كان الضوء اللي لونه احمر شوف السؤال اللي بعده بيقولي يا ترى مين الضوء اللي ليه اعلى طبعا الفايلوت لان هو كان اكتر ضوء حصل فيه حصل في انحراف وطالما هو اكتر ضوء حصل فيه يبقى هو اعلى ضوء او اعلى لون في الفريكنسي تمام شوفي السؤال اللي بعده بيقولي والفريكنسي بتاع هيكون يعني لو التردد بتاع الضوء الاحمر التردد بتاع الضوء البنفسيجي هيكون اكيد هيكون اكتر منه صح كده يبقى اكيد هاختار اعلى رقم اللي هو لان الفريكنسي بتاع الفايلوت اكتر من الفريكنسي بتاع الرد شوفي السؤال اللي بعده بيقولي طبعا القانون ده كان بيقول طاقة الفوتون او طاقة الفوتون بتساوي سابت مضروب في التردد بتاع الفوتون اللي احنا بنتكلم عليه الفوتون دوت عبارة عن أو كميات من الطاقة موجودة في في الموجات بتاعة الضوء شوفي السؤال اللي بعده يعترى كمية الطاقة الاقل او اقل طاقة موجودة في انهي لون اللي في اقل لون في فريكنسي او في اقل فريكنسي مين اقل لون في التردد يبقى هو اقل واحد في الانرجي لان الفريكنسي مع الانرجي صح كده تبقى للقانون اللي احنا شفناه فوق دوت اللي في بلاينكس كونستان الفريكنسي والانرجي اللي اتنين دايركتلي بروبورشنال مع بعض فلو دوت اقل فريكنسي هيكون هو اقل انرجي شوفي السؤال اللي بعده طبعا احنا قلنا ان الفريكنسي والانرجي العلاقة ما بينهم دايركت ريليشن او علاقة طردية يعني الاتنين هيزيدوا مع بعض او هيقلوا مع بعض مفيش هنا غير الفيجر نمبر سي هو اللي بيقول الكلام دوت كلما الفريكنسي زاد كلما الانرجي زادت بيقولي كمان اعلقته بالكوانتم او انرجي او يلو لايت يعني الطاقة او كمية الطاقة بتاعة الضوء الاخضر اعلقتها بكمية الطاقة بتاعة الضوء الاصفر طبعا جريتر ذان اكتر منها لان الفريكنسي بتاع الجرين اكتر من الفريكنسي بتاع اليلو علشان كده لازم ترجع تحفظ الاسبكترم كالرز او الوايت لايت اناليسيز تحليل الضوء الابيض لما الضوء بيدخل من الجلاس بريزم ابيض ويخرج من ناحية التانية سبع الوان وتعرف مين اعلى واحد في الفريكنسي ومين اقل واحد في الفريكنسي فهتعرف مين اعلى واحد في الانرجي ومين اقل واحد في الانرجي اتفقنا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي يعني انهي ترتيب في دول صح لو حضرتك ركزتلي على الفوتون انرجي على طاقة الفوتون وهي بتزيد تمام قال لي يبقى انا هختار هختار الترتيب الاخير دوت لان ده اقل واحد في الانرجي ده اكتر منه شوية ده اكتر منه شوية ده اعلى واحد في الانرجي صح يا شباب شوف السؤال اللي بعده بيقول لي كل دوت من صفات ان هو صاحب اطول طول موجي في الوان الطيف طب ليه قال لي مش هو اعلى واحد في الفريكونسي طب ما هو الفريكونسي والويفلينس اللي اتنين ما بينهم علاقة عكسية يعني لو الفايلوت اعلى واحد في الفريكونسي هيكون اقصر واحد في الويفلينس في الطول الموجي صح كده نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لي اللي بيسمح للضوء يسمح للضوء ان يمر من خلاله بنسميه ايه اللي بنسميه transparent medium طالما قال لي معظم الضوء بيعدي most of light تمام السؤال اللي بعده بيقول لي يا شباب media that we can see object less clearly through يعني الاوساط اللي انت بتشوف من خلالها المادة بس less clearly اقل وضوح ان ما بتشوفاش واضحة قوي بتسميها ايه قال لي translucent media الاوساط الشبه شفافة وممكن بدل كلمة translucent يجيب لك كلمة تانية اسمها semi transparent semi transparent يعني برضو شبه شفاف شوف السؤال اللي بعده بيقول لي مين الميديا don't allow light to put through مين الاوساط اللي ما بتسمحش للضوء ان يمر من خلالها طبعا الاوباك ميديم او الاوساط المعتمى شوف اللي بعده بيقول لي all of the following are examples of transparent media كل دول من الاوساط الشفافة except طبعا except tissue paper لان التشو بيبر من الترانسلوسنت ميديا او من الاوساط النص شفافة شوف السؤال اللي بعده بيقول لي which one from the following doesn't permit the passage of light through it مين في دول ما بيسمحش للضوء عادي من خلاله طبعا الملك لان الملك opaque material او مادة معتمة شوف السؤال اللي بعده بيقول لي can transmit through الضوء يقدر يعبر او ينتقل من خلال طبعا من خلال transparent والsemitransparent يبقى انا اختر الاجابة a and b صح طيب بيقول لي the human skin is considered طبعا opaque medium الجلد البشري دوت مادة معتمة لانك ما بتشوفش اللي تحت الجلد شوف اللي بعده بيقول by increasing the sickness of transparent medium كل ما تزود سمك المادة الشفافة او الوسط الشفاف the quantity of light that passes through it كمية الضوء اللي بتعدي من الوسط الشفاف دوت لما السمك بتاعه يزيد كمية الضوء بيحصلها ايه قال لي لازم يحصلها decreases لازم تقل شوف السؤال اللي بعده بيقول لي light travel in طبعا straight line الدوق بيمشي في خطوط مستقيمة السؤال اللي بعده بيقول لي light وسبني كده ايه اختار بقى وعشان كده لازم تقرأ كل الاجابات عشان تعرف تختار طب انا هنا في عندي ايجاب تاني ينفعه اللي هو ايه light travel in straight lines الدوق بيمشي في خطوط مستقيمة يعني يمكن تحليله يبقى اللي اتنين صح تمام كده يا شباب السؤال اللي بعده بيقول يعني شدة الاضاءة بتاعت سطح بتتناسب عكسيا مع اللي بقى بين السطح دوت ومصدر الضوء طبعا مع مربع المسافة اللي هي دي سكوير صح؟ لو تفتكروا الاي inversely proportional with دي سكوير اللي هو السكوير of distance between the light source and the surface السؤال اللي بعده بيقول لي when the distance between the source of light and the surface of a wall decreases لما المسافة ما بين مصدر الضوء والحيطة يقل light in Tennessee شدة الاضاءة هيحصل لها ايه؟ قال لي increases لما المسافة تقل شدة الاضاءة تزيد صح يا شباب؟ جميل جدا شوف السؤال اللي بعده بيقول لي if the distance between the surface and the light source decreases to its half يعني لما المسافة ما بين السطح اللي هيقع على الضوء وما بين مصدر الضوء قلت للنص اللي يحصل له ايه؟ قال لي increases four times هيزيد اربع اضعاف ليه؟ مش يعني اعتبرها equal one over دي سكوير طب الدي سكوير ديت لو انت جد تشيل دي وتحط ما كان هاف هتبقى هاف سكوير صح؟ الهاف سكوير اللي هي one over four طب ما هي الفور ديت لما تطلع فوق هتبقى طايمز صح؟ بدل ما هي divided تبقى ايه؟ تبقى يبقى الاي increase four times الاي هتزيد اربع مرات او الانتنستي هتزيد اربع مرات تمام كده يا شباب والحد هنا هتكون حلقة النهاردة خلصت اتمنى ان يكون ادري تفيدكم وبتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في حلقات جاية كتيرة ان شاء الله وما تنسوش يا شباب تشتركوا في القناة بتاعتنا وتضغط على زرار subscribe وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس لشان يوصلك اشعارات وتنبيهات بكل الحلقات الجديدة اللي تنزل اول باول وكمان يا شباب ياريت لايك للفيديو لان كلما عدد اللايقات زاد كلما دوت ساعد في نشر الفيديو لناس اكتر وساعد في ظهور الفيديو لعدد اكبر من الناس ما تنساش تعمل رأيك في الحلقة اه اراءك استفساراتك اي حاجة محتاجها مننا ياريت تسيبانها تحت في الكومنت وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقة لكل اصحابك وقريبك وعلى صفحتك على الفيسبوك علشان كل الناس تستفيد زي ما انت استفدت والحد هنا يا شباب حلقتنا انتهت وحلقة النهار ده خلست بس لسه الحلقات اللي جاية كتير اشكركم على متابعتكم للفيديو واشكرك انك وصلت لحد نهاية الفيديو وده معناه انك مهتم واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جاية كتير ياريت تطبقوا اللي انت بتتعلموه اول باول علشان تستفيد واتحقق اعلى الدرجات شوفكم على خير يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته